وفي سياق آخر وتحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل هيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وبحضور إقليمي ودولي رفيع المستوى انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني الذي يستمر يومين بهدف إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أهمية المؤتمر والقضية التي يطرحها والمعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني